موسيقى فايز غنام الجمهور المؤهل العلمي بكالاريوس كلية الشريعة أصول الدين شارك في انتخابات 2020 وحصل على المركز الثاني بـ 5774 صوت ترأس اللجنة الإسكانية لدورين إنعقاد التوجه إسلامي مستقل فايز غنام الجمهور موسيقى يا أهلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة مع ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة أخوي العزيز فايز غنام الجمهور مرشح الدائرة الرابعة مشاهدين الكرام باسم يسمكم أرحب ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة أخوي فايز يا أهلا ومرحبا فيك أخوي فايز وأنا سعيد بوجودك وياي في حلقة هذه الليلة وانتمنى لك التوفيق إن شاء الله في هذه الانتقاط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحب الجمعين حقيقة لي شرف أني أطلع معك الله يسلمك بغنام محمد وانت من القامات الإعلامية المتميزة الله يطول بعمرك أبو غنام عزو الساعة المباركة بغنام يمكن أن أبدأ أول شيء قبل أن أبدأ سئلته شون شايف الأجوال الانتخابية وانتخابات عشرين اثنين وعشرين بشكل عام حقيقة اليوم مو أنا اللي شايف بس الشعب الكويتي كله شايف في هناك يعني نفس إيجابي حقيقة خاصة بعد الخطوات الحكومية اللي أعتبرها أنا إيجابية ورسائل جيدة مرحلة تفاؤل مرحلة تفاؤل مرحلة مرحلة تفاؤل في أوساط الشعب الكويتي كله نعم وإن شاء الله بإذن الله تعالى أن يكون إن شاء الله الاختيار بالنهاية للمصلحين يفترض أن يكون الاختيار المصلحين المرحلة ما عدت تحتمل إلا الاختيار المصلحين صحيح وتأخرنا كثير في الصراعات في أمور كثيرة فنحتاج وأعتقد الخطاب السامي كان واضح للمؤمنين وجه خطاب الأب لأبناء أن يكون هناك اختيار الأصلح وخاصة أن الخطاب تبين وحدد أنه ليس هناك تدخل في الانتخابات وليس هناك تدخل في الرئاسة ولا في اللجان وشفنا هذه الخطوات أنا أذر كشعب اليوم صحيح إلا أن نقدم نعم للإصلاح وليس أمامنا إلا الاختيار المصلحين نعم بإذن الله تعالى بداية أنا أتكلم إياك يعني أبو غنام في موضوع الحدث اللي هو الآن الحديث عنه موضوع الشطب وما شطب وشط تم شط مجموعة من المرشحين وعادتهم ومن ثم كذا ما زال الوضع يعني في هذا الأمور الأخ مساعد القريفة أيضا كمثال ما يعني تم ما زال شطبه موجود كلمنا عن تعليقك على موضوع الشطب وما حدث في موضوع الشطب أبو حامد اليوم حنا في مرحلة نعتبرها مرحلة جديدة يفترض أن يكون هناك نهج جديد صحيح نهج إصلاحي جديد المفروض يكون تكون هناك رسائل مطمئة للشعب الكويتي أن الحكومة مقبلة على الإصلاح صحيح أنا بوجهة ناظري أول إصلاح يكون في قضية إلغاء ويعني ونهاء المرحلة القديمة السابقة بكل مآسية وكل معانية وين المشكلة في موضوع الشطب موضوع الشطب اليوم حنا نتكلم عن قضية إقصاء سياسيين من المشهد السياسي بسبب قانون حقيقتها لا بد لها من تعديل قانون لا بد أن يعدل في المجل كنا نتمنى أن يعدل في المجل السابق صحيح لك كل الشعب الكويتي شاهد أن المجل السابق مع من نحن في حاله نعم خصوصا ترى المشكلة في أثر رجعي ورد الاعتبار أنا أستغرب يعني أن هناك قوانين تطبق بأثر رجعي نعم يفترض أي قانون يطبق بأثر فوري وليس رجعي صحيح اللي نشاهد اليوم أن القانون اللي ما يسمى قانون مسيح قاعد يطبق بأثر رجعي والعجيب في الموضوع أن هناك حكام قضائية تسمح لبعض المرشعين بالترشح هناك حكام قضية لا تسمح مثل ما صار في قوله مساعدة لقراء صحيح أنا أستغرب نحن ننتظر قرار المحكمة التمييز للفصل وانهاء هذه المشكلة نعم وانما انهيت من قبل القضاء لابد أن تنهى من قبل المجلس القادم صحيح وستكون من الأولويات في مسيل في مسألة تعليم وننتهي من هذه المسألة لأنا أكون صريح معاك مسألة القانون المسيح مسألة شطو المرشحين تعيد للذاكرة والأذهان أننا نحن لحد الآن نعيش في المرحلة السابقة نعم نحن ما نبيها السابقة هذه صحيح نبدأ صفحة جديدة إن شاء الله نبدأ عمل جديد هناك نفس حكومي نلتمس من الإصلاح نتمنى يكون هناك مجلس متجاوب متجانس من حكومة للإصلاح نعم بإذن الله تعالى أبو غنام ونتمنى أن يكون في حل هذا الموضوع عشان ليس في كل انتخابات هالقصة هذا وإعتماد يمكن الآن في اختراحات في موضوع المفوضية العليا للانتخابات أن هي تكون مفوضية لمثل هذه الأمور مظلة تكون صحيح أنا أقول لم يكن هناك حل من قبل المحكمة الدستورية الآن يكون حل من قبل أعضاء من السلطة التشريعية نعم صحيح وهذا واجب وهذا سيكون من الأولويات بو غنام يعني قبل لا نبدأ الحديث عن المرحلة الحالية ونسولف في الوضع الحال نبدأ نتكلم عن مجلس 2020 مجلسكم السابق اللي أنت كنت أحد أعضاء هذا المجلس شلون شفت هذا المشهد يعني أو تقييمك لمجلس 2020 أول شيء أثني على الشعب الكويتي لحسن اختياره في مجلس 2020 كانت هناك أغلبية أعتقد أن أغلبية صالحة لكن حقيقة وخطابة هذه موجل الشعب الكويتي حنا تفاجأنا بواقع مرير وين هذا الواقع؟ الواقع موجود في الحكومة وفي المجلس وإدارة المجلس اليوم جينا في واقع تركة ثقيلة حقيقة شاهدناها في المجلس أنا بأسبو غنام أبيك تعطيني أمثلة يعني أمثلة على التجاوزات أبيك كلام في العمو أول مثال عدم قراءة رئيش الوزراء لمخرجات 2020 بأسبو غنام اسمح لي في المقاطعة يعني البعض يقول أنتوا دخلتوا في نفس مؤزمين أولاً يقول ما يصير أنتوا 42 نائب اجتمعتوا في دوانية وغررتوا إنما أنا بالرئيس الفلان يقول هذا بدايتكم كانت فيها نوع من التأزيم بالنهاية الحق مكتسب تقريباً لا يوجد مرشح إلا تكلم أني أنا لن أختار المرزوك القان القانكو صريحين وواضحين وشفافين نعم اليوم اجتمعنا من حقنا أن نجتمع وننقرر من نختار في مجلس اللي حنا نبنكون تحت دارته بس الرأي للأغلبية كنا نتمنى حنا نكون المجلس في رئاسة جديدة في حقبة جديدة في عمل جديد حنا جايين أخوي بوحمد نعمل وننجز حنا مو قضيتنا فقط برئاسة حنا جايين نعدل قوانين نقدم قوانين نقدم مشاريع الشعب الكويت ينتظر منه الكثير الكويت متأخرة في كل مناح الحياة حنا مو جايين بس فقط الرئاسة نعم بس تفاجأنا أن الحكومة للأسف لم تغرر رسالة ومباشرة وضعت يدها بيد الرئاسة الجديدة الرئاسة القديمة بس يرد عليك من يخالفكم في الرأي يقول من حق الحكومة تختار من تريد أن تتعامل تريد أن من تتعامل معاك رئيس المجلس ومن حقنا أن نتعامل مع الحكومة اللي ما احترمت إرادتنا وما احترمت رغباتنا وما احترمت رغبات الشارع قبلنا بس دخلتوا في تأزيم معهم في مراحل كثيرة ما دخلنا بتأزيم من صنع التأزيم هي الحكومة الحكومة التي تحترم التي لا تحترم مخرجات الشعب واختيارات الشعب وقرارات الشعب هذه حكومة لا تحترم إدارة القضية من قضية تأزيم الحكومة الكويتية بالنهاية ما هي عدو لنا العدو النهج الفاسد الحكومة الكويتية لو قرأت رسالة من أول شيء ما عندنا مشكلة فيها وعطناها فرص الحكومة لعله وعسى أن تغير مسارها على طار الفرصة أبو غنام أنتوا شكلتوا كنتوا في كتلة 16 اللي مع أخ حسن جوهر ودي تكلمنا عن ما الذي صار في الاجتماع من مفاوضات مع رئيس الوزراء وهل فعلا رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عطاكم وعود في تنفيذ هذه النقاط أو البنود اللي تم الاتفاق عليها بتنفيذها وهل تم الالتزام فيها أم لا تم الالتزام فيها كلمنا عن كتلة 16 أبو حمد حنا حقيقة لما انتهينا من مربع الرئاسة حنا اجتمعنا ككتلة كبيرة 31 وقلنا يا جماعة لابد أن نستفيد من أغربيتنا حنا عجزنا أن نحقق ما نريد في موضوع الرئاسة لنحقق شيء بالشعب الكويتي من خلال التشريعات والقوانين زي ارتأى البعض قالوا لا بمن الحكومة لحد الآن يعني خاصمة المجلس في موضوع الرئاسة لن نقبل فيها لن نتحاور معه لن نتحاور معه ولن نجتمعه حنا اجتمعنا كتلة مجموعة 16 اللي مجموعة 16 نائب وجلسنا مع الشيخ صباح الخالد قلنا حنا راح نتجاوز مرحلة الرئاسة مربع الرئاسة وعندنا قوانين حنا ما عندنا مشكلة شخصية معاك حنا مشكلتنا في النهج اللي انت تشير عليه ويشير عليه من قبلك في الحكومات السابقة حنا اليوم عندنا قوانين تعتبر هي رسالة طمئنان ويعني برهان ودليل على انك فعلا ترغب في الاصلاح عندنا عدة قوانين شو اتفخت اهمها ابرزها ابرزها قانون العفو الشامل قانون المريء المسموع واربع خمس قوانين وضعناها في بياننا في كتلة 16 وقال انا حاضر وجاهز ولا عندي اي مانا واتفخته على هذا المبدأ قلنا لحنا نشترط عليك ان يكون اقرار هذه القوانين في اول جلسة ووافق وقال تم قلنا تم قدامنا ما يكفينا خل وزير الدولة شؤون مجلس الامة يطلع ويصرح بالتزام الحكومة امام الشعب الكويتي ان الحكومة تلتزم بهذه القوانين واقرارها في اول جلسة 29 ثلاثة وطلع مبارك الحريص طلع مبارك الحريص وكل الشعب الكويتي شاهده ويعني اقار وتعهد باسم الحكومة ان الحكومة راح تلتزم باقرار هذه القوانين تفاجأ لما اثتنا المضبطة ان اغلبية القوانين هذه غير موجودة طبعا تكلم من بابل الامانة صباح الخالد قال الان المضبطة مو عندي قلنا المضبطة انت مو عندك لكن من اتى برئاسة المجلس هو انت وانت تتحمل المسؤولية في ايجاد هذا القوانين في المضبطة هذي يمكن لجهة الاولويات عمل لجهة الاولويات قبر الاولويات هذا الكلام احنا نتكلمنا مع اسواق لا لجهة الاولويات اللي تحدد جديو العمال لكن احنا نتكلمنا مع اسواق الخالد انه يتفاهم مع رئاسة المجلس اللي هو اختارها إننا اتفقنا مع كتلة يريد العمل ويريد التعاون ويريد النجاح يعني أنت تقول كان ينبقى على الشيخ صباح الخالد يلتزم في أول جلسة بالاتفاق اللي صار مع كتلة الستة عشر بلسان حتى وزير الدولة تفاجأنا للمضبط الجد ما في هذا القوانين ما فيه لا قانون واحد قانون عفو الشام اجتماعنا نحن النواب باختصار مجموعة الواحد ثلاثين واتفقنا النقاطة هذه الجلسة لأن القوانين ما أتت وتنصل رئيس الوزراء من تعاهداته فلذلك لن نتعاون ولا نتعاون معه واتفقنا أن نقاطع جلسة القسم والجلسة بالكامل وخاصة أيضا كان فيها إعلان خلوم مقعد الدكتور بدل الده تفاجأنا تفاجأ الشعب الكويتي في البدعة الدستورية في طلب المزمع المزمع تقديمة المزمع تقديمة أنه يطلب تأجيل الاستجوابات والاستجوابات المزمع تقديمة هذه ما عمره صارت لا بالتاريخ السياسي الكويتي ولا في التاريخ الكوري واعتبرتوها مخالفة دستورية مخالفة دستورية نعم مخالفة وطنية مخالفة أدبية ومخالفة سياسية زي لن نقبل فيه ولن نقبل له منه وهذا تعتقد هذا أحد الأسباب أيضا زاد الأمر تعقيد فيه في مجلس سامر هذا الأمر يعني هذا أنا أعتقد أنه هو استهتام في نواب الأمة إذا أنت الآن إذا بتعطل أداء ذاتي اللي أنا حاسبك فيها شنو العلاقة بيني وبينك صحيح أنا ما أتيت فقط للتشريع صحيح أتيت للتشريع أهم أدات للنائر أتيت للتشريع والرقابة واستخدام أدواتي نعم إذا أنت بتكبل إيدي كنائر نعم شون أنت عمل معا كان بكرة جاءت القوانين هذه ما قريتها وإنا أعتمدت المجمع هذا أبي حاسبك شون أحاسبك شون أحاسبك أنت سنتين ما تبيت حاسب لا تقدر تحاسب وزير أنت أخطأ وزير ما أحاسب شون بكرة بعد تصير مو بس رئيس الوزراء حتى الوزراء بغنام خلنا تكلم وياك في مواقفك في مجموعة من الاستجوابات لكن خلنا أخذ أبرزها من الاستجوابات لأن الاستجوابات كانت كثيرة يعني خلنا أخذ استجواب وزير الدفاع يعني البعض انتقد فايز الجمهور أنه وقف مع وزير الدفاع ضد الاستجواب وقال يعني أنت بالنهاية مع كتلة ومع مجموعة من النواب ليش وقفت مع وزير الدفاع أول شيء أول شيء كلنا بحرية الاختيار في مواقف السياسي صحيح لأن المواقف هذه راح يسأل عنه لوحدي شرعا نعم وسياسيا وشعبيا اليوم فايز الجمهور وقف في مع أعلان عدم التعاون في استجوابات رئيس الوزر مرتين فايز الجمهور استجواب وزير الأسكان نعم فايز الجمهور طرح الثقة في وزير الأشخاص اليوم وزير الدفاع لما نجي حق استجوابات ذي الدفاع قام على أمرين دخول المرأة السلك العسكري دخول المرأة السلك العسكري والقضايا المالية كلنا نستمع عن القضايا المالية الرجل إذا نضيفها بالقضايا المالية طيب أنا مشكلة الأساسية واللي تمني أكثر من القضايا المالية هو دخول المرأة السلك العسكري كمقاتلة نعم كغضية شرعية طبعا شرعية طلب مني أحد المشايخ نروح للوزير الدفاع أي وهذه الصورة موجودة ورحنا للوزير الدفاع الصورة موجودة نعم رحنا للوزير الدفاع مع المشايخ الأفاضل الشيخ حثمان الخميس والشيخ نايف حجاج والشيخ خالد شجاع والشيخ محمد ضاوي الإصايم والشيخ فرحان عبيد نحفظه من الله وكان لقاء صراحة إيجابي واستقبال وزير الدفاع للمشايخ استقبال يقف فيهم حقيقة وطلعنا بتعهد تعهد من الوزير للمشايخ ولنا كنواب عن الأمة أني أنا راح أوقف الدورة لحين رد الفاتوه الشرعية قال لكم تشيدي قالنا تشيدي والمفروض الدورة من بكرة وقف الدورة والتزم بالرأي الشرعي وطلبت أنا منها قلت أنت يا أبو خالد التزمت أمام المشايخ لك إحنا في قرفة مقلة ما أحد يسمعها أنا بكتل تزم أمام الشعب الكويتي أمام النواب في قاية عبد الله السالم أنك ملتزم بالرأي الشرعي سواء بالموافقة أو بعدم الموافقة قالوا تم وفعلا جاء والتزم أمام نواب الأمة أمام الشعب الكويتي نعم أنه ملتزمه هذه سابقة سابقة سياسية أن يرجع وزير في الحكومة في الحكومة إلى رأي الشرعي نعم وهذا سابقة نستند عليها بإذن الله في المستقبل حتى نعم يعني أخوي بغنام في فيديو هذا يعني على كلامك خلنا نشوفها مخرجنا إلى أن يتم الرد من قبل الأخوة في وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية من هيئة الإفتاء أنا مع الدين ومع الشرع إن قالوا يجوز تزاهم الله خير يجوز حتى وضوابط أنا مع الضوابط اللي يحطونها أنا معها إن قالوا ما يجوز ما يجوز تعليقك هذا يعني إن قالوا ما يجوز سكرنا الموضوع هذا اللي يهمني أنا وسكرنا الموضوع وتحقق ما إلى يومك لم تقام دورة عسكرية للنساء نعم إلى يومك هذا هذا مكسب أو مكسب أنا أعتقد أنه مكسب أنا ما برأس لا رئيس الوزراء ولا الوزير الإسكان ولا وزير الدفاع أنا يهمني النتيجة النتيجة إذا نتيجة إيجابية وأنا كسبان فيها شرعاً وسياسياً وشعبياً خلاص يكفيني هذا الأمر نعم وقضيتي أنا أتكسب على حساب الوزراء أنا وزير الإسكان بالاستجواب أعطيته 20 يوم قبل الاستجواب وبلغته وبلغت رئيس الوزراء قلت إذا حقق ما أتيت فيه بالاستجواب أنا مستعدة السعب استجواب أبو حمد حنم وليش هذا الأمر ما تحقق مع رئيس الوزراء ليش هذا ما صار ما حقق ما حقق ذلك اللي تبوني ايه لو حقق وقسم بالله أنا أقولك الحين لو يأتي رئيس الوزراء سواء أحمد النواف ولا غيره ويحقق ما يصب إليه ويطلب الشعب الكويس وتطلع إليه قسم بالله نوقف إياه مو نوقف إياه لشخصه نوقف إياه لأنه نهجة تغير بس يعني في البعض انتغذك بو غنام قال بو غنام يعني أنت بالنهاية يعني دستور ومجلس وقواني يشدخل المشايخ والحكام الشرعية ومدري شنو في هذا الأمر يعني خلاص تعامل بالقانون بالقانون يسمح يسمح ردك على هذا الكلام هذا مو كلامي هذا من ينتقدك هذا الكلام وكل واحد لحق الانتقاد نحترم من الانتقاد والمفروض يحترمون أيضا قدودنا لهذا الانتقاد اليوم حنا بلد مسلم الشرق مصدر من المصادر التشريع وفي قد دستور مادة ثانية من دستور احنا بلد مسلم ملتزمين أصلا في دستورنا الأصلي والأساسي اللي هو الكتاب والسنة هذه القوانين ما يوافق الكتاب والسنة نعمل فيه وما يخالف أنا أقولك ياهو أمام الشعب الكويتي أي قانون يخالف الكتاب والسنة أنا شخصين أسعى لتغييره احنا ما دخلنا إلا لتغيير أي شيء يخالف ديننا نعم بغنام ما حاول تكلم حمدان في هذا الموضوع يعني أن وزير الدفاع مثلا سيحاول يعني يثني يعني هذا القرار وقد الغرار هذا ما رح يتن أخي عمدان له كل احترام هذا رأيه في استجواب ويحترم وابو عبدالله من النواب اللي نحترم نعم لكن أبو عبدالله شاف يعني ذهابي أنا ومشايخ الوزير الدفاع ويدري عن تصريحنا وكان رأيه خاص من أخي عمدان وهو رايح بخطة في موضوع ويحترم في موضوع وموقع ترى الأخ عمدان أنا أثني عليها يعني أبو غنام نحن نتكلم عن مسألة المراحل وصلنا حتى وصلنا بعد ما صار التأزيم وصارت أمور كثيرة وصلنا إلى مرحلة الاعتصام وموضوع الاعتصام كلمنا عن هذا عن هذا الاعتصام وانت كنت أحد المعتصمين ليش اتخذتوا هذا القرار أبو أبو حمد اليوم لما يجي 26 نائم يعلنوا عدم التعاون مع رئيس وزراء ويعطل المجلس والرقابة بأكثر من تسعين يوم تنشل البلد تنشل الرقابة رقابة النواب على أداء الحكومة نشل لا يوجد مجلس يعني شنو نوع التعليق شنو نوع تسكير المجلس هذا تسكير المجلس إذا أنا نائب ما أنا قادر أحاسب وزيرها ولا تعقد جلسات ولا تعقد جلسات وما في حكومة ولا حكومة ولا حد رد علينا ولا ندري وين راحين حنا أصلا اليوم النواب ارتأوا أنهم يوصلون رسالة رسالة إلى القيادة السياسية أننا في مشكلة نعم إذا كانت الرسالة لم تصل وصلت عن طريق النواب وجزال الله خير والأهد وأسهم الأمير قبله بادروا وردوا على هذه الرسالة برسالة أطيب منها نعم رسالة إيجابية كنت متوقع هذا الخطاب هذا النتيجة حقيقة فرحنا فرح الشعب الكويت وكان يعني الرد علينا أكثر من منا توقع صراحة وشيء أفرحنا هذا نعم ورسالة إيجابية واليوم حنا شنبي يا أبو حمد شنبي الشعب الكويت شنبي يبي الإصلاح يبي الإصلاح يبي الإستقرار يبي العدالة يبي المساواة ما يصير يا أبو حمد نعيش حنا في حكومات تخلق الأزمات نعم ما يصير نعيش في حكومات المواطن مصير مرتبط في نائب ما يصير نعيش في حلقات أفوقها مسدود بين السلطتين ما يصير نعيش في مصير مواطن معارف ومستقبلها. نعم. ما يصير مواطن أمه ولا أبوه ولا أخوه في 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 السري طايح. مقادر وين معرفة نروح. ما في دولة طرعاه. نعم. انا اكون صريح معاك. هل هك كانت هناك حكومات سابقة? هل كانت هناك حكومات سابقة بمعنى حكومات الجل الدولة? نعم. لم تكن هناك حكومات سابقة خلال العشرين ولا الثلاثين سنة الماضية. نعم. حكومات تليق بالكويت ومسماها وتليق بالشعب الكويتي لم تكن موجودة. هناك أفراد يتقلدون مناصق قيادية باسم وزراء. لكن لم يحققوا الشعب الكويتي. لم يحقق شيء. اي انجاز. اي انجاز. وين الانجاز? والصفط كبير. الميزانيات منهارة. صحيح صحيح. كل شيء. وانا اعتقد الخطاب السامي حدد كلها وين الخلل ان كان في الموسة التشريعية. هذا اللي ريحنا. هذا اللي طمنا. نعم. اليوم الخطاب السامي حقيقة مثل الماي اللي كب كبيته على النار. نعم. طفاها. نعم. والحمد لله. وهذه المرحلة اللي نعيشها مرحلة التفايل. وراح انتكلم عن المرحلة الحالية. بس انا في طور ان انتكلم عن المجلس السابق. البعض وصف نواب مطير انهم كتلة. هل هذا صحيح ولا مصحيح في المجلس السابق. وانا جاوبتها من قبل غير صحيح. لا توجد كتلة مع احترام من تقدير النواب مطير. بها العمي واخواني وربعنا وزملاء. انا ما في شي اسمه كتلة النواب مطير. ما في. حنا في مجموعة واحد ثلاثين. بعدين مجموعة الستعش. وبعدين مجموعة الحوار اللي رفعت كتاب لسام اسمه الأمير. ما في شي اسمه نواب مطير. وين نواب مطير. نواب مطير يعني الناس ربما تشوفني اننا حنا مطران تعتقد انه كتلة. انه هذه كتلة. ما في كتلة. انا لم اتوافق مع مع نواب مطير الا في جانب واحد انا متبني. جانب وزير الدفاع. انا اللي بداخل في الموضوع. انا اللي متبني الموضوع. انا هم كان ايقاف هذه الدورة بأي شكل من الاشكال. وتوافق معي بالرأي هذا. نعم. وجزاهم الله خير. اما انا انا طال عمرك في مضبطة المزمة لم اصوت. مع ان هناك نواب من نواب مطير صوت معها. في موضوع رفع الحصانة عن اخونا شعيب الموزري. انا لم اصوت برفع الحصانة. انا صوت بعدم رفع الحصانة. نعم. هناك ما صوت برفع الحصانة. في استجواب وزير الاشغال. انا طرحت الثقة. نعم. في نواب من نواب مطير ما طرحوا الثقة. نعم. في استجواب رئيس الوزراء. انا اعلنت عدم تعاون. صحيح. والجمع الشعادة في كثير من جزء من نواب مطير. ما علنوا عدم تعاون. نعم. وين كنت لاني. نعم. خلنا نتكلم ايضا يمكن ايضا يجرنا الموضوع نواب طير لكن بشكل عام جرنا إلى موضوع الحوار الوطني واللي كان عبيد الوسمي أحد الأشخاص الذين قادوا الحوار الوطني رأيك في الحوار الوطني الحوار الوطني وما حدث في الحوار الوطني ونتائج الحوار الوطني أولا ما هي سباب الحوار الوطني أسباب الحوار الوطني هناك كتاب ارتفع إلى سمو الأمير لما سدت الأفق بين العلاقة بين السلطتين رفعنا كتاب 41 نائب إلى الأمير أن يتدخل الأمير جزاه الله خير حفظ الله صاحب السمو أمر بحواء تحت رعايته كلنا استبشرنا خير وكان العنوان الأريض لهذا الحوار هو العفو ومن اليوم ما أحد فينا ما تكلم عن العفو اليوم لكويت كلنا سنكون صريحين واضحين كلنا نتكلمنا عن العفو كلنا نتبنينا العفو كلنا عاهدنا الشعب الكويتين نسعى في هذا الموضوع العفو لما يقسم الأمير يرى العفو ويرى الحوار بما فيه العفو نقول لا؟ لا ما نقول لا نحن بالعكس نحن باين نروح يعني أكثر من أكثر من ممتاز سمو الأمير آتى الحوار هذا في نتائج آتى الحوار أول نتائجه العفو عن إخواننا في تركيا لكن لكن كل هذا هل هذا الحوار كلنا؟ لا وهل هذا العفو كله؟ لا العفو جاءت يعني عفى سمو الأمير حفظ الله عن إخواننا في تركيا بس باقي في ناس وحقيقة وأنا كن صريح وجاد وواضح أنا اليوم اللجنة المسؤولة عن رفع الأسماء رفعة الأسماء أنا شخصياً ما أرغب فيها وحرجتنا أمام الشعب الكويت بما فيها خليطة العبدالي خليطة العبدالي أنا شخصياً أنا لا تدخل في صلاحة سمو الأمير سمو الأمير يستطيع ويملك أن يخرج من يخرج ولا أحد ينازع في هذا الأمر لك تسألني أنا فائز الجمهور أنا فرحان أو مبسوط أو قابل خروج خليطة العبدالي أنا شخصياً لا بالله ما نحاب هذا الأمر لكن هذا حق مكتسب يسمو الأمير بس العفو بس نتيجة العفو أتى الحوار بس بالعفو العفو الجزئي يعني برائي كنت العفو يفترض من اللجنة المناط فيها رفع الأسماء بدلا ترفع أسماء خليطة العبدالي ترفع أسماء بناتنا وحياناً في السجون بسبب تغريدة خمس سنوات بعضهم بنت خمس سنوات بسبب تغريدة خذال حماس وغيرة على وطنها خطأ صح الدافع غيرة خليطة العبدالي تطلع اللي كانت تقدر من شعب الكويتي وهذه قاعدة هذا سبب انتكاسب في التفاهم مع الحكومة واحد ثنين هل مشى ملف العفو ولا وقف ثلاثة شهور وقف ثلاثة شهور وتعطل ثلاثة هل الحوار هو العفو بس ولا هناك قوانين يفترض أن تتعامل وتتسارع فيها الحكومة لإقرارها لإبداء حسن النية وحسن الظن بالتعامل معهم بينهم والمجلس هناك القرارات مثل ما سوى اليوم الشيخ أحمد النواب مو قاعد يوصر رسالة الإيجابية هل أجز صباح الخالد يوصر رسالة الإيجابية للشعب الكويتي إذا هو عاجز يستحق ما أتى وفعلا أن الله عاجز فالرجل عاجز حنا مو صباح الخالد هل أفهم من كلامك أبو غنام أن العفو ما أتى بشيء إلا بعفو جزئي جزئي وعفو أنت مراضي عنه الحوار ما أتى اللي بعفو جزئي وليس العفو الحوار لم يأتي إلا بعفو جزئي وليس كل الحوار ولم تكون لنتائج إيجابية أخرى لا ما في نتائج إيجابية أن تشوف أبو حمد النتائج لما تكون متسارعة ونتائج جدية ونتائج اللي تمسها المواطن الكويتي طمعا منها تعتقد فيها مط مط كبير يعني كأنه مد لمصير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة حقيقة وكأنه بيوصلونا إلى نهاي دور الانعقد لا مو هذه القضية اليوم الكويت جريحة اليوم الكويت تعاني اليوم إذا ما يكون هناك إجراءات حكومية سريعة جذرية لحلول جذرية ما طبنا ولا غدا الشرق نعم اليوم الرسائل هل اليوم المواطن الكويتي يعني الرسائل يوصلها الشيخ أحمد النواف أنا ما أدافع عنه لكن لما يكون هناك نهج إصلاحي من رئيس الوزراء شيء يفرحني ما يحزني هذا نعم لما يوصل رسال رسالة عادية لما ينزل بالمكتبة ويفترع بالوزرات ويفتح المكاتب لما يستخدم صلاحياته في قضية البطاقة المدنية لما يحاربون شراء الذمم شراء الناس في البناء هذه هي سأل إيجابية نعم ما كان يستطيع صباح الخالد إذا ما يستطيع يستحق ما أتاه نعم يستحق عدم التعاون نعم أبو غنام أبسألك يعني سؤال يعني يخصك هل إذا بسأل فايز غنام الجمهور هل راضي يا أخ فايز عن أدائك في مجلس 2020 هل أنت كفايز غنام الجمهور راضي عن هذا الأداء أبو حمل أبو مجلس 2020 لم كل سنة ما قدرنا نشتغل كل سنة ونص هو أصلا صحيح ولو تضغطه نحن ما عملنا شهر ونص فعليا هل فايز الجمهور راضي عن أداءه أنا رضيت عن أدائي لما توليت قضية أكون صريح معك نعم أنا لما شفت الأفق مسدودة والإنجاز أصبح أشوفه مستحيل أنا فعلت قضيتي فعلت لجلتي اللي هي قضية الإسكانية نعم هذا راح نتكلم فيها لا تكلمني في الإسكان ما نتكلم فيها أنا سؤالي لكم لكن أنا راضي أنا راضي عن أدائي أنا المفتر اليوم أكيد فيه طموح أنك تسوي أفضل أنا لما اليوم رضاء تام مو رضاء تام لا شك ولا ريب نعم أنا مو رضاء تام لأن فيه ظروف معينة أنا تمنيت عندي هداف وطموح وأمال كنا نتمنى نحققها للشعب الكويتي اليوم لما طلع المواطن الكويتي بخمسة ثنائج بالبرد والمطر كورونا وقف أربع ساعات عشان ما نعطيه أداء لا وقف أداء المواطن الكويتي كان يطمح نعم نحنا طلعين من حقبة مظلمة صحيح للشعب الكويتي كان يتأمل الانفراجة والنور والأمل والتطلع ما قدرنا نسوي شيء بحكومة ضعيفة حكومة رئيس وزراء متردد لا يملك خرارة قد يعني أساءل نفسه وأساءل نحن حقيقة أساءل المجلس في عدم عدم الإنجاز اليوم أنا راضي عن نفسي لما انحزت إلى لجلتي وفعلتها ما راح تكلم عنها راح نتكلم عن لجلس الأسكانية وراح نتكلم عن المرحلة المقبلة احنا تكلمنا عن مجلس 2020 راح نتكلم عن المرحلة المقبلة بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصلك صير وراجعين لكم رجعنا لكم مشاهدين الكرام وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة مع ضيفنا وضيفكم فايز غنام الجمهور مرشح الدائرة الرابعة حياك الله أبو غنام وياهنا مرحبا فيك وأنا سعيد بوجودك أنا سعيد الله جزيلا أبو غنام احنا تكلمنا عن المرحلة يعني انت قبل شوي عرجت عن أداء الشيخ أحمد النواف الخطوات الجادة مرحلة التفائل اللي احنا عايشين هاليوم تفائل بحذر برضو نعم ما هو المطلوب من حكومة الشيخ أحمد النواف في المرحلة المقبلة باعتقادك بسم الله الرحمن الرحيم اليوم المطلوب من حكومة الشيخ أحمد النواف أو غيره عقلنا نحن ما ندي من رئيس الوزر القادر نعم المطلوب الشيء الكثير الكويت اليوم عانت من معاناة كبيرة من حقبة حقيقة يعني أحزنت الشعب الكويتي وتوقفت جميع التنمية بالكويت واليوم المطلوب تحقيق تطلع المواطن الكويتي نعم في تشكيل الحكومة في برنامج عام الحكومة من أول أمر يكون هناك اختيار للوزراء على مبدأ الكفاءة وكيد من خلال نتائج الانتخابات طبعا أنا أعتقد الحكومة اليوم ليسر معيارها ما يخرج الشعب خلي معيارها ذاتي ليش أنتظر رؤيتها رؤيتها صحيح بنمج عملها بالنهاية حكومة الكويت هذه هم أبناء الكويت صحيح يفترض أنه ما أنتظر المخرجات والله انخرجات حكومية مخرجات معارضة ما هذا المنطق صحيح المنطق الرؤية أنك تختار لبناء دولة قض النظر منه أعضاء المجلس اليوم إذا أتت الحكومة في نهج إصلاحي سواء المجلس حكومي أو المجلس معارضة من يستطيع أن يقف أمامها صحيح ما حد يقف أمامها صحيح اليوم لما تيجي حكومة في خطة 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 عمل ورؤية حنا بدون رؤية قاعد نعمل يا أبو حمل نعم بدون رؤية بدون خطة قاعد نمشي على البركة فأنا أعتقد هي المصطرة برنامج عمل الحكومي وهذا يمكن أن دعنا في كل لغاءات أحرص عليه برنامج عمل حقيقي عملي نعم محدد محدد الأوقات محدد الكلفة أنا بأتعامل إياك وفق برنامجك وخطتك إذا خطتك أنت غير معلومة لي وغير ممكن تطبيقها غير غابل لك هذا أبث اسمه مو خطة نعم أما لما تيجي بخطة عملية واقعية وعندك وزراء قادرين على تنفيذها وعندك كفاءات من الوزراء وأجنحتهم نعم اليوم الفساد بالكويت من فقط بالوزراء اليوم الفساد بالكويت حقيقة أنا أكون صريح إلا من رحم الله من وكيل الرئيس غساب هني الفساد الحقيقي لابد أن يكون إصلاح جذري لمؤسسات الدولة اليوم نشوف تغييرات اليوم قاعد نشوف تغييرات حنا نتفاعل أنا شخصي متفاعل في مسألة التغييرات وتجديد الدماغ ليس فقط تجديد الدماغ تجديد الكفاءات صحيح ذهاب جميع المحسوبين على العهد السابق والحقبة السابقة وإيجاد كفاءات والشعب الكويتي زاخر من الكفاءات اللي بإذن الله والله لو تختار الحكومة من شبابنا الوطني الفاعل أن تكون هناك ناضي خلال سنتي بالكويتي نعم صحيح ولنا شهود في دول الخليج نعم أكيد مبدعين موجود والمال موجود وكيف يوجد عندنا عندنا كفاءات يا أبو حمد صحيح تروح تعمل في دول الخليج صحيح عندنا الدكات لكفاءات تخيل يقيمون عمليات الكويتيين في دول الخليج دكتور كويتي ومراجعين الكويتيين والعمليات تقام في دولة خليجية وين مصنع الكويت اللي دائم طول عمرها رائدة وجاذبة اليوم الكويت أصبحت طاردة لأبناءها لأبناءها ولكفاءات من أبناءها ليس ابناءها اليوم هي جاذبة للأسف الحقب السابقة كانت جاذبة للفاسدين ومرتع لهم هذه حقيقة كانت نعم بس اليوم نشوف فيه خطوات يعني يمكن خطوات الشيخ أحمد النواف فيه تغيير مجالس إدارة هيئات كثيرة اليوم فيه بعض الوكلة تم تغييرهم هناك خطوات كثيرة اليوم فيه رسائل إيجابية نعم نتابعها ونراقبها وحذرين بالتعاون معها اليوم الشعب الكويتي طموحها أكبر اليوم الرسائل اللي قاعد يوصلها توصلها حكومة الشيخ أحمد النواف ممثلة في الشيخ أحمد النواف رسالة إيجابية تطمن أن المرحلة القادمة مرحلة عمل ونجاز نعم نحن معاه وندري حنا أن الحقب الفاسدة أو الدولة العميقة لن تقبل في التعاون وبين السلطتين ولن تقبل في الاستقرار تعتقد ما رح يصير الاستقرار؟ تعتقد ما رح يصير الاستقرار؟ أنا هي لن تقبل لكن الاستقرار من عدمه حسب المخرج اللي طلع الشعب الكويتي إن كان هناك مخرج في أغلبية صالحة تتعامل مع حكومة ذو نهج الصالح أنا أقول الاستقرار رح يكون موجود قصف مو طيب لأن الشي بيسقون هذولي شنو رأس مالهم يعني هم؟ نعم رأس مال الفاسي شنو؟ استجواب استجواب إذا رئيس الوزراء صالح أنا أقولها من منبر كني والله نحنم ونحمي ما نحمي لسوات عيونه نحمي لنهجة نهجة صالح ونحمي كل رجل صالح وزير ولا رئيس وزراء؟ نعم ما ننشغل بلا أشخاص نحن نشغل بالنهجة أفضل لك مثل براك الشيطان ما كان في حكومة الشيخ جابر المبارك صحيح في أسوأ حقبة حكومية بوجهة ناظري يوم استجواب من الأخر يضرع الثاني من دافع عن براك الشيطان؟ نعم الشعب الكويت صحيح واستجوابين ولم يسقط براك الشيطان صحيح ليش ما صغط؟ نعم الشعب الكويت كان يضغط على النواف بعدم الإطاحة براك الشيطان نعم واليوم حتى الشيخ أحمد النواف قيع هناك قطاع شعبي لكبير من النواف لذلك أنا أقول للشيخ أحمد النواف أو غيره رئيس الوزر القادم خل همك وجهدك مرضى الشعب نعم أسلح بالله أنا أرضيت الشعب أرضيتنا كنواف صحيح ترضينا ما عندنا مشكلة وياك أنا اليوم يا أبو حمد أتمنى أن يجي اليوم اللي أفتخر فيه في حكومتي صحيح ترى شيء يسعدنا هذا صحيح واليوم ترى فيه شيء مختلف بغنام يعني لأول مرة في الانتخابات هناك إشادات بالإجراءات الحكومية هذه مفارقة صراحة ولأول مرة أنا أقولك هناك رسالة إيجابية قاعدة توصلها حكومة الشيخ أحمد النواف للشعب أننا مقبلين على نهج إصلاحي الرسالة قاعدة نستقبلها نحن بإيجابية ونفرح فيها ونشوف ارتياح في دعوين أهل الكويت ومجالسهم أوضحت هذه النقطة بغنام في حال وصولك لمجلس الأمة ما هي الأولويات؟ أولويات فائز غنام الجمهور في حال وصولها إلى المجلس الأولويات كثيرة لكن أنا دائما أقول لابد لكل نائب أن يتبعنا قضية أو قضيتين نعم عشان ننتج أصلاً لابد كل لجنة في مجلس الأمة أن تفعل من دورها نعم اليوم أنت ما تستطيع أنت تتكلم في القضية الفلانية القضية فلانية قضية فلانية قضية فلانية ما راح تنجز ممكن سيفي لك أنت رصيد سياسي تستخدمها ثلان تخباتك لكن الشعر ما استفدت شيء صحيح اليوم أنا أولوياتي قلتها وأكررها تفضل اليوم حفاظنا على ثوابتنا الشرعية والأخلاقيات العامة والمحافظة على النهج والجيل القادم هذا مهم جداً بالنسبة لي هذا الأولوي الأولى الأولوية الثانية اللي أنا عملت فيها وإذا الله أقدر وكون في مجلس الأمة راح أستمر فيها هي القضية الإسكانية القضية الإسكانية بين عيوني أنا اليوم متبحر في مشكلتها اليوم عرفنا مشاكلها حلينا الحمد لله بعض القضايا فيها الجزئية مثل بعض المناطق جنوب سعد العبدالله جنوب سعد المطلع جنوب عبدالله مبارك خيطان ومقبلين على مشاريع طيبة بإذن الله تفرع الشعب الكويتي اليوم أنا شفت أثرها أثر عملنا هذا من فضل الله بشكر الشعب الكويتي في مجالسهم في مجالسهم اللي جيناهم جزاهم الله خير وهذا أعطاني دافع معنوي ترى من أولى الأولويات يعني هذه القضية أنا أعتقد أن السكن هو الأولوية الأولى لدى المواطن الكويتي صحيح هو سكن صحيح هو استقراب صحيح هو أمانه هو الأمان صحيح متى ما استقرت الأسرة نعم كل شيء هنا عقبها اليوم اليوم في 94 ألف طوار اليوم عندنا نصف الشعب الكويتي نصف الشعب الكويتي بدون سكن نعم نحن في دولة أثرة دولة بالعالم أقل شعب بالعالم من ناحية دولة أصرية أقل مساحة بالعالم نصف الشعب يسكن بدون مأوة نعم يعني بدون مأوة غصتك نصف الشعب بدون مأوة يعني قصدك بالأجار بالأجار نعم هذا القصد أين يكون الاستقرار طبعا بدون مأوة بالأجار صحيح ما يشوف الأجار عمره ما كان سكن وما أول صحيح اليوم أنا قاعد فيه بكر أقولك هذا استغرار بالله عليك مستغرار رب الأسرة يشيلهم بنيته يشيلهم ولده البنية تحط لها غرفة تحط غراضها الولد تحط غرفة ما استغرت والأجارات عالية جدا زين بوغنام من باب خبرتك قبل شوي تكلمت يعني المشكلة الإسكانية لو ترجع من الستينات يعني انت تكلم في هالموضوع في الغضية الإسكانية وين المشكلة من خلال عملك في اللجنة الإسكانية وشغلك في اللجنة الإسكانية واين الحل أول مشكلة لم يكن هناك رغبة أو قرار حكومي بإنهاء المشكلة لماذا نحن مستقصدين الشعب يعني مستقصدين الشعب لما يكون هناك فوق 130 شخص يملكون فيهم الواحد يملك أكثر من 100 أرض تجار عقار شم شم فوق 130 شخص 130 شخص الواحد فيهم يملك أكثر من 100 عقار قبل شوي قلت 130 لا لا 130 شخص الواحد يملك فيهم أكثر من 100 100 عقار 100 200 300 ما الله أعلم لا نعلم نحن بالضبط لم يكن هناك طال عمرك تجار عقار هذه العقارات قاعدت دخلهم مدخيل لم يكن هناك دولة نفس منطقة جنوب سعد أو حكومة مثل منطقة جنوب سعد فيها 22 ألف قسيمة كانت متوقفة بسبب نفوذ شخصي وجوده مصنع معادل مزرع الدواجل وتواطع حكومي وتواطع نيابي وتواطع مؤسسات وهيئات الدولة لم تكن هناك رغبة حقيقية للإنجاز لم تكن هناك رغبة في إنهاء هذه المعاناة ما في رؤية أصلا ما في خطة حتى الإنجاز إن إنجازنا لا بس بغنام البعض يقول لك الحكومة لديها الرغبة من يخالفك بالرأي وين رأي أنا أقول لك يقول اليوم الحكومة في مسألة الأراضي هذه عندها مشكلة في مسألة البنية التحتية وإنجاز البنية التحتية عندها مشكلة في محطات الكهرباء هذا دائما المسؤول أنا أبدل للك يقول مو بها السهولة كلام طيب أبدل للك ودل للشعب الكويت أنت تقول الحكومة عند رغبة الرغبة يبينها الميدان حينا عندها حكومة عندها رغبة أراضي يقول ما عندها أراضي الحكومة تملك مؤسسة الرعاية السكنية 150 ألف أراضي تحت يد تحت يد رعاية السكنية الحكومة تقدمت في منطقة جنوب سعد في قانون المطور العقاري كانت هناك مذكر تفاهم بين الحكومة الكويتية والحكومة الكورية أن تكون منطقة جنوب سعد منطور عقاري من 2014 إلى 2020 لم تتقدم الحكومة في قانون المطور العقاري للمجلس الأمة وين الرغبة أين الرغبة هنا موضوع المحطات جينا حنا حق منطقة المطلع كانت يفترض من تصريح الحكومة أن توزع عوامل البناء بـ 2023 يوم جمعنا مؤسسات الحكومية ليش 2023 قالوا الله ما عندنا كهرباء كم تتخلص الكهرباء خلال سنتين طيب بس أكسوال أنا حكومة تقيم مشروع فيه 28 ألف وحدة سكنية ما تعمل حساب الكهرباء فيه ما تقيم محطات كهربائية يعني هل عند الحكومة هذه مشكلتنا في تنسيق في التنسيق ما بين وزارات الدولة وعمل مجلس الوزارات كفريق واحد بين الجهات الحكومية هل يوحلنا لأنها قضية الإسكان ما هي قضية إسكان فقط أتفق معاك بس هل عندنا كالحكومة حنا والحكومة واحدة حكومة واحدة هل ليس الجهات الحكومية هذه تحت سلطة واحدة تحت السلطة واحدة ليش ما عملوا ليش ما اجتمعوا الحكومة نفسهم وشكلوا لهم لجنة لكل مشروع خلاص منطقة المطلع شكل لجنة من الكهرباء والأشغال والبلدية والمالية والإسكان وآخرها تراقب هذا المشروع وتعرف شنو خللوا مشكلتها ويعالجونا جينا كلمناهم قلنا لهم خلاص قيموا المشروع المحطة الكهربائية الكهرباء ووزعوا أمر البناء خلالناس تبني وأنتوا تبنون المحطة سنتين الناس تبني بيوتها أيضا سنتين صحيح تأخذ وقت قالوا تم فرتم يبيني لك ما في خطة قرارات ارتجالية يعني نحن لو ما تكلمنا وتفاهمنا وياهم الناس ما رح تبني إلى 2013 زين الآن ماذا يجب على الدولة في توفير السكن للمواطنين واني لا يكون هناك هذا العدد من الطلبات وحتى لا يكون هناك سنوات أكثر من 20 سنة في مسألة أن المواطن يستلم بيته أكون صريح وصادق معاك فضل اليوم هناك لابد يكون هناك تشريعات قوانين تعالج الخلل والقصور في القضية الإسكانية اليوم الدولة للأسف أكون صريح والشعب الكوتي لابد يسمعها زين لا توجد عنده سيولة حناك تشكرنا وعنده سيولة الدولة يوم جينا نحن في منطقة المطلع نبي 850 مليون حق 12 ألف وحدة سكنية تكلمنا وزير المالية قال والله ما عندي سيولة بنق الايتمان وصفر بنق الايتمان ما عنده سيولة الاحتياط العام اللي كان في 66 مليار يوم ما فتحنا التجوري ما في دينار صيبة دينار ما فيه لجأنا تقدمنا في قانون إلى الحكومة أخ 300 مليون من صندوق التنمية و 500 مليون كقرب وعطنا بنق الايتمان عشان نوزع 12 ألف وحدة سكنية ووزعناها طيب في 12 ألف وحدة سكنية الآن متبقية 1 و 2 و 3 و 4 شون بنوزع ما ذولي يحتاجون إذن بناء إذن بناء لا يقدم لما يتوفر السيولة في بنق الايتمان صحيح عشان شون نعطيك فلوسك طيب البنق اليوم ما عنده سيولة وربما اليوم عندنا سيولة بسبب ارتفاع النفط الحمد لله لكن المشاريع القادمة جنوب سعد شمسون فيها بكرة لذلك أنا أحذر من المنبر هذا أحذر الوزر القادمين إننا قدروا كنا في هذا المجلس منطقة جنوب سعد البناء التحتية إن لم تنتهي أول شيء إن لم تبدأ مشاريع الإسكانية في 2023 المسائلة السياسية قائمة ومنطقة المطلع أعلنها أمام الشعب الكويتي إذا ما بدأ العمل في جنوب سعد العبدالله جنوب سعد العبدالله اللي لم ترسأ أول مناقصة لها في منطقة في سنة 2023 أنا أقول المسائلة السياسية راح تكون قائمة لوزير الشكان القادم وأحذر أيضاً وزير المالية منطقة المطلع إن واحد واثنين وثلاثة وأربعة تحتاج ثمانمائة وخمسين مليون هيئة من الآن لأن إذا جينا في المجلس القادم ولم تهيئ راح تصعد المنصة أيضاً يساهمون في المعالجة في التوازي مع أعمال الحكومة لحل القضية الإسكانية أنا أكون صريح معكم لا أبد أننا تتوفر عندنا أقل شي 20 مليار دينار لنصفر العداد اليوم المواطن الكويتي شا قاعد يسوي اليوم المواطن الكويتي يطلع بيته بعد 20 سنة قاعد يبني سرداب وثلاثة دوار ليش يبني سرداب وثلاثة دوار عشان يبني العيالة دووين لهم تحت وشغل لهم فوق حتى هم يتهنى في بيته المواطن ينتظر 20 سنة و25 سنة والله مقاعد يتهنى في بيته قاعد يسكن بغرفتين وثلاث والباقي حق حياله اليوم عندنا 90 ألف طلب لازم ننتهي منهم ليش ننتهي منهم عشان المواطن يدرك أن ولده مجرد يملج يلقى بيته جدامه بالحالة لا راح يبني سرداب ولا راح يبني ثلاثة دوار المواطن اللي قاعد يبني سرداب وثلاثة دوار قاعد يتحمل كلفة مالية بخلاف انتظاره 25 سنة قاعد يدفع أقصاده مدة 25 سنة أيضاً أخرى ليش؟ لأنه قاعد يبني لعياله وقاعد يبني نفسه زين شنرد الوزراء عليكم في اليوم ما عملنا اليوم عندنا مشاريع قوانين في تحرير الأراضي من خلاله الرسوم الأراضي اللي يملك أكثر من أرضين لا بدنا يدفع رسوم عندنا إدخال مطور عقاري لاكب شروطنا حنة كالجنة أسكانية بالقانون اللي تقدمنا فيه وضوابطنا ونقدمنا للحكومة إدخال المستثمر الأجنبي المستثمر الأجنبي خلي يدخل واستفيد من المناطق التجارية والاستثمارية بدون وكيل محلي مباشر التعامل مع الحكومة إدخال التومين العقاري لكن التومين العقاري اللي لا يرهن رب الأسرة الكواتية تحت رحمة البنوك يقعد 80 سنة يساعد ذات لا لا التومين العقاري عن طريق منقل ائتمان بحماية الدولة بحماية الدول للطرفين مش عند البنوك التغيبية أبدا تحت رعاية منقل ائتمان لحماية الدولة لضمانها أموال البنوك وهذا حق لهم وبنفس الوقت ضمان استقرار الأسرة وعدم وعدم وضعها تحت رحمة البنوك المحلية عندنا التجار اللي تخلوا للسكن الخاص اليوم شون طلعهم هذوني هم هم ليش تخلوا السكن خاص اللي خل التجاري والاستثماري ليش دخل للسكن الخاص دخل للسكن الخاص لأن الكهرباء فيها فلسين عندنا مشروع قانون أنه اللي يملك أكثر من بيتين المواطن اللي يملك أكثر من بيتين بدل لا يدفع فلسين الله لا يهين يدفع 22 فلسين هذا قدم عندنا قانون هذا موجود أنا ما عملنا في المجلس قوانين مقرة عندنا بس بيتين للمواطن لك بيتين اكثر الله لا يهين يدفع 22 فلس انا شون أطلع التجار من السكن الخاص عن طريق هذا القانون شون أطلع التجاري خليهم ما يزحمون رب الأسرة اللي بيش دور لبيت اليوم المواطن يفتر 300-400 ألف ملاقي بيت وارتفع والسبب مزاحمة التجار لهم في السكن الخاص نعم انا طلعه انا خليه ما يستفيد من الاستثمار في السكن الخاص ويخرج نعم عشان نختم في موضوع الاسكان في شي تبي تتكلم فيه بو غنام عطني اخيتين حنا نقول للشعب الكويتي عندنا مشاريع قوانين ان اقررت بالتعاون مع الحكومة القادمة انا اضمن لكم يا فايز الجمهور بالتعاون مع زملائي في لجنة اسكانية ان القضية الاسكانية خلال عشر سنوات رح تكون من الماضي ان شاء الله ولا بدل نصفر العداد انا اكون صريح متفائل 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 في حالة التعاون بين المجلس والحكومة نصفر العداد انا اختم فيها شون نصفر العداد حنا تسعين الف طلب هذا لازم نصفره عشان نبدأ من جديد نعم نبدأ من جديد وانا اكون صريح وصادق معاكم لا بد ناخذ عشرين مليار من صندوق الأجيال اللي ما عرفنا منهم الأجيال لا بد نستخرج عشرين مليار تحل القضية الاسكانية من جذورها ونبدأ صفحة جديدة من خلال المداخيل في تنويع مصادر الداخل للدولة نعم وعندنا وعندنا بإذن الله واعتقادك الحكومة راح توافق على مبلغ شذي يعني مبلغ موسي انا اقول القرار قرار مجلس الأمة عشرين مليار اليوم يقولون صندوق الأجيال عندنا صندوق الأجيال تقريبا فيه ثمانمية تسعمية مليار لمن منهم الأجيال نعم ما بعد النفط متى ما بعد النفط الله على ما بعد النفط نعم اليوم عندنا مشكلة اروح اقترض أنا اروح اقتضم البنوك عشرين مليار انا بحاجة عشرين مليار اليوم احل قضية مركزية واساسية ورئيسية نعم ونلجأ ألجأ البنوك واخذ ارباح تخذر الارباح من الدولة ليش عندي صندوق الأجيال العام ارباحها خمسين مليار دولار عانا بمنه المدة خمس سنوات عشرين مليار ابي كل سنة اربع مليار شو المشكلة هنا بقانون واطلع منها المشكلة هذي نعم اوضحت ابو غنام بغنام شكل سريع يعني الحديث عن الضوافط الشرعية يعني وحيانا تجد يعني المواضيع ما بين مؤيد ومعارض كان في وثيغة وثيغة قيم منتوقعت على هذه الوثيقة البعض اعترض على هذه الوثيقة اعتبر هذه الوثيقة هي وصاية على المجتمع هي تغييد للحريات ردك على هذا الكلام اول شي الشعب الكويتي هو ركيسة القيم ومبادئ القيم اليوم توقيع عن الوثيقة هي تأكيد تأكيد ان نحن ملتزمين في جمع الضوابط وبنفس الوقت بيني وبينك وانا كنت مدافع عن القيم مواضحة عملي في مجلس الأمة الحمد لله هو تشجيع حتى المرشحين القادمين ان يلتزمون في القيم اللي تربع عليها الشعب الكويتي قيمنا الشرعية قيمنا الاخلاقية بس يقول موجودة في القوانين والدستور يعني يقول انتوا الاسلاميين انت بتحطون وصائع المجتمع تدخلون في حياة الناس حنة يا جماعة حنة ما نتدخل في حياة أحد اليوم الكويت شعب يعني فيه هامش كبير من الحرية لكن انا اعتقد لابد تكون الحرية حرية منضبطة غير ما يحل الحرية منفلتة يعني يعني شنة في انفلات يعني في مجتمعنا حنة حنة اغلبية الشعب الكويتي لا نقبل هذا الامر اليوم اذا ما كانت الحرية حرية منضبطة انفلت المجتمع يعني هلنبي حنة تنمية وازدهار وتطوير ايه بسقول فيه قانون اداب عامة موجود يحكم هذه الامور ما علي حنة هذا من قانون ايه هذا التزام أدبي بس التزام أدبي اني انا ملتزم بالحفاظ على مكتسبات الشرعية والقيم والفاضل نعم ما قلنا شيء واضحة فيه يعني قوانين اللي هي يعني قوانين فيها ضوابط شرعية انت تكلمت عنها انها من اولوياتك واولويات اخرى ما هي هذه القوانين انا يعني تقدمت القوانين حقيقة عدة اللي هي تقريبا قانون عدم تولي المرأة القضاء قانون ليش ليش غدمت يعني ما تابع المرأة تصير يوم المرأة وكيلة نيابة اليوم المرأة خلت سلوكة نيابة تبقى عوكيلة نيابة ما تصير غادية لا ترتقي الى قاضية ليش هذه مسألة شرعية بحثة تعتبرونها ولاية عامة هي ولاية عامة ولاية عامة عظم الجيش الأمة قاضية هذه ولايات عامة إجماع أهل العلم بعدم جواز تولي المرأة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو امرأة امرأة حديث صريح وواضح يعني قبل فيه أمور كثيرة كان الحديث عنه هنا هولاية عامة اليوم المرأة وزيرة المرأة كذا يا أبو حمد ممعنات الشيء الواقع أني أقره أنا أنا الشيء الواقع عالجه احنا أصلا دخلنا منش الأمة اللي نعالجه واقع خطأ ومن الخطاء هذه أن هناك ثقرات قانون لش شند مرأة دشت القاضية هناك ثقرة قانونية لم تحدد جنس وكل النيابه القاض أنا تقدم في مشروع قانون لتسكير هذا القاضي حتى في قضية قانون الجيش شون كان بدخل وزير الدفاع المرأة العسكرية لأن الجيش لم يحدد الجنس أنا تقدم في قانون عدم قبول العسكري في الجيش إلا للذكور دون الإناث في قوانيك كثيرة أنت قدمت في قانون تأديل قانون الزكاة قانون الزكاة واحد بالمية يؤخذ لحنا ديننا هذا الركم من أركان الإسلام قانون ديننا يقول ثاني هذا ما يدخل للدولة اشطار الدولة والحمد لله وافقت عليه اللجنة المالية واللجنة الشعية ما تبقى إلا الموافقة تحت قاعة عبدالله السالم يعني جاهز جاهز بس يطلع من الأدرات جاهز هذا في فوائد أو شيء أقمنا ركن شرعي نعم وشيء ثاني مدخول مالي للدولة نعم وبإذن الله راح نطوره حتى قانون الزكاة هذا بشكل سريع راح نطوره على جميع الشركات طرحك من خلال فحص المخدرات قبل الزواج هذا الموضوع أكلمنا عنه بشكل سريع لأنه لو كنت بدي داهم طيب المخدرات اليوم المخدرات انتشرت في الكويت اليوم كلنا نعاني ويعاني المجتمع من هذه الآفة الخطيرة نعم وطبعا السبب الرئيسي فيها هو الهمال الحكومي في حماية المجتمع من هذه الآفة اليوم أنا تقدم في مشروع اليوم البنت البريئة المسكينة ما يجوز أنه يعني يعني يضيع مستقبلا مع موحي متعاطي نعم والطفل والولد الحبيب البريء أيضا ما يجوز يضيع مستقبله على أم وعيال متعاطي نعم لذلك أنا اشترط أن يكون هناك فحص للمتزوجين قبل عقد الزواج ربما بعض الأسر ما تبين نعم للاستغرار الأسر يعني واليوم المخدرات يعني بعض الأسر ما تبين تقول لعله عسى أن يهتدي لعله عسى أن تهتدي شو ما أنا حساب الأسر حساب صحيح إذا كانت قدمت في مشروع وهذا ما يعيب نعم أن يكون هناك فحص وضحت وبين بينك أنا أعتقد أنه بعد في عندنا مشارع قوانين الفحص رابدا يكون في المجتمع كله نعم أوكي لحماية المجتمع نعم وضحت هذه النقطة في انتخابات الرئاسة صوتك سيكون لمن في حال نجاح انتخابات الرئاسة إن كان يعني أحمد السعدون ناجح أو صوتها ستوجه لأحمد السعدون ليش أعتقد أن المرحلة القادمة مرحلة يفترض أن يكون مرحلة استقرار وأعتقد أن الرمز أحمد السعدون هو رجل مرحلة استقرار نعم أنا شاكل لك أخوي فايز غنان جمهور نتمنى لك التوفيق في هذه الانتخابات إذا في كلمة أخيرة أو رسالة لأبناء الشعب الكويت أو لأبناء الدائرة الرابعة أنا كلمتي لأبناء الشعب الكويت كله بما فيهم الدائرة الرابعة أنا أقول اليوم حنا مقبلين على مرحلة انتقالية يفترض أن تكون انتقالية نعم من مرحلة الفساد إلى مرحلة الإصلاح نعم وعلى الشعب أن يعني ينتبه لكلمة سمو العهد نعم أحسن الاختيار اليوم الحكومة لم تتدخل في الانتخابات ولم تتدخل في الرئاسة ولا في اللجان اليوم لم يخرج مجلس صالح يعمل بالتوازي والتعاون مع الحكومة القادمة لا طبنا والقادة الشعب حكومة صالحة من غير مجلس صالح ماك فايدة مجلس صالح من غير حكومة صالحة ماك فايدة لا بد يكون حكومة صالحة ومجلس صالح اليوم المصير مرتبط مصير الدولة ومصير مستقبل عياننا ومصير مستقبلنا كلنا مرتبط في اختيار المواطن اليوم المواطنة لما يجي وراء الستارة فليتق الله نعم اليوم الشهادة اللي بتدلي فيها راح تحاسب عنها يوم القيامة أنا ما أقولك اختار فايز ولا اختار زيد ولا عبيد أهم شيء لما تطلع وراء الستارة ضميرك يكون مرتاح نعم وتكون أديت ما عليك شرعاً ووطنياً وأخلاقاً نعم أنت بنالك التوفيق أخوي العزيز فايز غنام الجمهور إن شاء الله عسى الله يوفقك في هذه الانتقابة إن شاء الله خير وتشرفنا الله يحب معنا داع الوقت ما شاء الله والله سريع والله تجاوزنا الوقت إذا مشاهدين الكرام ما زلنا معاكم على الهواء مباشر ونستمر إن شاء الله مع ضيف آخر بعد هذا الفاصل